شركات الطيران في لبنان قال رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الشرق الأوسط اللبناني محمد الحوت أن الشركة عم تعتزم الآن طلب دفع ثمن تذاكر بالدولار استنادا إلى أحدث صرف سعر صرف بحدده البنك المركزي في لبنان وهذلك اعتبارا من أول يونيو القادم وهي الخطوة رح تجعل التذاكر طبعا أغلى ثمنا وأضاف أيضا أن الخطوة ضرورية جدا لضمان السلام المالي لشركة الطيران الوطنية اللي بيملك مصرف لبنان المركزي غالبية أسهمها وأشار أيضا إلى أن هذا القرار سيؤمن استمرارية الشركة وعدم تعثرها المالي ومثل ما بنعرف أن الشركات المتعلقة في السفر والسياحة هي من أكثر الشركات التي تضررت بسبب فيروس كورونا والتغيير الذي سيطبق فسيطبق فقط على التذاكر التي تشترى داخل لبنان مما يعني أن ثمن التذاكر لن يستند بعد الآن إلى سعر صرف أدنى ومحكوم للدولار فسيكون سعر التذاكر التي تشترى في لبنان مستندا إلى السعر القياسي للمصرف المركزي الذي أطلق هذا الشهر والبالغ حاليا 12 ألف ليرا لبناني مقابل الدولار وهو سعر أقرب إلى سعر السوق غير الرسمية من سعر رسمي بيبلغ تقريبا نحو 3900 ليرا لبنانية لأصحاب الحسابات الدولارية في البلاد وأيضا قيدت السلطات اللبنانية عمليات سحب الدولار مثل ما ذكرنا مع استثناءات قليلة وفقا لسعر الصرف ذلك مقلل فعليا قيمت تلك الودائع لأن سعر الدولار حاليا في السوق غير الرسمية أو السوق السوداء يزيد على 12800 ليرا وكان شراء التذاكر الطيران وسيلة تمكن المواطنين من السحب من حساباتهم الدولارية بالبنوك المحلية وقبل الأزمة الاقتصادية في لبنان اللي منعت العديد من المدعين فعليا من الوصول إلى حساباتهم الدولارية تقريبا في أواخر 2019 إذا بنا نتذكر ونرجع لتقريبا 2019 بلغ سعر صرف الليرا المستخدم على نطاق أوسع 1500 فقط مقابل الدولار وقال أيضا أن الشركة الطيران الوطنية متل شركات طيران أخرى تضررت بشدة مثل ما ذكرنا من جائحة فيروس كورونا شهدت أيضا تراجعا حدا في الإيرادات ولكنه لم يخد في تفاصيل أخرى وأضاف أن الشركة رح تستمر في تكبد الخسائر هذا العام رغم هذا القرار ولكن هذا القرار إلى حد ما رح يخفف من هذه الأضرار